أحمد معتيق وعبدالله الثيني يتنزعان شرعية في بلد تحكمه حتى الآن الفوضى العارمامة قد ينظر بتفجر العنف من جديد الأول مرشح لرئاسة الوزراء والثاني رئيس حكومة تصريف الأعمال وكلاهما ينتظر قرارات من المؤتمر الوطني العام أو حكماً للمحكمة العليا بشأن الانتخابات في الأثناء تطالع لجنة خاصة من خمسة أعضاء بينهم مسؤولون سابقون وعلماء دين بمهمة الوساطة بين الطرفين مراقبون يرون أن فرضية انزلاق البلاد إلى الفوضى قائمة وبقوة إذا انهارت المفاوضات بشأن البرلمان ومنصب رئيس الوزراء لكن معيتيج استبقى أي إقرار بالشرعية ليجتمع بوزرائه في أحد فنادق ترابلس الفخمة ضمن أول اجتماع حكومي وكذلك فعل عبدالله الثني الذي رفض تسليمه السلطة بعقده اجتماعاً في مقر الحكومة أزمة سياسية طاحنة لم تمنع المفاوضية الوطنية العليا للانتخابات من إعلان الخامس والعشرين من يونيوم موعداً للانتخابات التشريعية كما هو مقرر المفاوضية أكدت حفاظها على مسافة الأمان إزاء القلاقل التي تشهدها البلاد إلا أن التوتر في ترابلس وخطر الصراع المسلح في بنغازي قد يعيقان العملية الانتخابية في وقت تنتظر فيه الميزانية تزكية البرلمان والحكومة حتى أن بعض المتابعين للشأن الليبي يذهبون إلى احتمال انهيار اتفاق فتح الموانئ النفطية المبرم في إبريل الماضي يتزامن ذلك مع تنظيم مجموعة من حرس المنشآت النفطية احتجاجاً في مرسل حريقة عطل العمليات في الميناء مطالبين بالحصول على أجورهم رياض عشور العربية رياض عشور العربية